أعتقد أن ده بعد أربعة مارس لازم يكون خلاص ما فيش عوضة ابتدائية وفي دعاوة صحة توقيع عليها أمور كتير كده مش فاهمينها طبعا الموضوع ده أصار اللغط لأنه محدش كان بيسجل العقارات اللي بيشتريها في الشهر العقاري ده ليه؟ لأنه كان فيه اشتراط نسبة يعني نسبة مقاوية معينة بيتم تسددها من إجمالي ثمن الوحدة ده كان بيخلي الناس تلجأ للبيع بالتوكيلات والعقود الابتدائية طبعا احنا عايزين نعرف المزيد من التفاصيل بينضميلي في استوديو الجمعة في مصر على الهواء مباشرة وسعيدة جدا بوجوده معي سيادة المستشار سامي إمام الرئيس الأسبق لمصلحة الشهر العقاري ورئيس قطاع الشهر العقاري برحب بحضرتك سيادة المستشار أهلا بك دكتور أهلا بك خلينا نبدأ احنا عايزين نفهم ايه هو القانون الجديد المتعلق بمسألة التسجيل هو البداية عشان يبقى فيه مفهوم والناس فهمة والمشاهدين دعوة صحة التوقيع دي دعوة تحفظية إجرائية بيبغي من وراها أنه يعني مستقبلا البائع ما ينكرش توقيعه القاضي لا يتطرق في هذه الدعوة إلى بحث ملكية أو إلى موضحها أو خلافه ومن ثم فتبقى دعوة تحفظية بحتة لا يتم إشارها ولا يتم تسجيلها ولا تؤتي سمارها إلا من خلال أطرفها فقط فكانت الجهات الحكومية المعنية كانت بتتعامل من خلال هذا حكم صحة التوقيع بإدخال المرافق وخلافه وخلافه والحكم ده ما بيكلمش عن ملكية ولا يعني أن صادر لصالح الحكم أنه مالك ومن ثم فأدخل العقارات أو أعمل إجراءات بشأن العقارات مين مالكها فجاءت المادة دي صححت الوضع في الطبيعة قالت أن لا يتم التعامل بشأن أي عقار من خلال ترخيص خلافه وخلافه حسب المادة التي صدرت في القانون 186 في 2020 أصدارها معالي وزير العدل في الفترة الفاتت تضمنت حكتين تضمنت تسهيل إجراءات معينة في شهر العقارات وتضمنت إلزام الجهات المعنية بأنها لا تقبل إلا العقود المشهرة فأصبحت الدعوة دي ما تلغتش إلى حاجة هي قائمة وموجودة بس الصالح شخصها فقط يعني ما يتعاملش بيها والعقد الابتدائي بيبرم بين أي شخص لكن خلاص ما بقاش ليها لازمة هي ما لازمة في الجهات اللي هتتعامل فيها لكن هي لها لازمة لصحبها يعني هو توقيع الباية عنده خلاص لكن ما لهاش تعامل في الجهات الحكومية فهيبقى التعامل في الجهات الحكومية مقتدر هذا القانون بورقة مشهرة بمحرر مشهر يعني لو هو أشهر أو سجل خلاص هي ما بقاش ليها لازمة خلاص هي ما لازمة ليه هو للشخص ذاته لكن ما لهاش لازمة عند جهات الحكومية وده الصح وده اللي كان مفروض يتعامل من زمن تضمنت بقى الفقرة الأولى تسجيل الأحكام فمراحل الشهر بتتم جزء منها في المأمرية وجزء منها في المكتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر